كابل مدينة مقتضة نابضة بالحياة لكن قل ما يشاهد في شوارعها جنود حلف ناتو البالغ عددهم الآن مئة ألف بعد أن بدأوا انسحابهم من أفغانستان نائب قائد قوات ناتو الذي قادنا في جولة عبر كابل يقول أن أفغانستان مختلفة تماما عما كانت عليه عند بدء عمليات ناتو قبل 11 عاما التقدم الذي أحرزه المجتمع المدني الأفغاني في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم جدير بالإعجاب كما أن 20 مليون أفغاني يقتنون الآن الهواتف الجوالة وقد بلغ زخم التقدم الآن حدا لم يكن يخطر على بال أحد لكن حركة طالبان لا تزال حية ترزق وقريبا على القوات الأفغانية محاربة طالبان بمفردها قائد حرب المخابرات ضد طالبان خلال معظم السنوات العشر الماضية يتنبأ بأن تصفض الحركة من هجماتها مع انسحاب قوات ناتو وخفض وجودها في أفغانستان قد تغير طالبان تكتيكاتها وتعدل استراتيجيتها وتنفذ مزيدا من الهجمات اللافتة للانتباه هجوم كهذا ثلاث عمليات انتحارية أمام مقر شرطة المرور يوم وصولنا إلى كابل ويؤكد المسؤولون أن أربعة هجمات من هذا القبيل يحال دون وقوعها كل أسبوع من كابل توجهنا على متن مروحية إلى أقليم غازني للاطلاع على أوضاعه الأمنية هنا كما هو الحال في أقاليم أخرى تعرض الحكومة المال على مقاتلين سابقين من طالبان مقابل تخليهم عن سلاحهم وإعادة الاندماج في المجتمعات الريفية لكن النتائج متفاوتة الرجال الملثمون الجالسون خلف مقاتلين سابقون لكن يصعب التأكد من انتمائهم السابق لطالبان وحتى لو كانوا بالفعل من عناصر طالبان فإن أعدادهم لا تزال محدودة ستة ألاف فقط أعيد اندماجهم خلال عامين هؤلاء المسلحون السابقون يخاطرون بحياتهم لكن حاكم غازني يقول أن أمن الإقليم حيوي لمستقبل أفغانستان رئيسنا يقول في كافة المناسبات استطباب الأمن في كافة الأقاليم الأفغانية مرهون بأمن غازني لكن الأمن ليس مستتبا في غازني فأثناء وجودنا في الإقليم فجر قائد دراجة نارية نفسه في سوق فقتل ثلاثة أشخاص والآن مع بدء انسحاب قوات الحلف على السلطات الأفغانية تحديد الفئات الجديرة بالثقة واعتماد الإجراءات الكفيلة بأن لا تعود أفغانستان مالاذا للإرهاب العالمي فرانك غاردنر أفغانستان تحديد الفئات الجديرة بالإرهاب العالمي تحديد الفئات الجديرة بالإرهاب العالمي